وهناك مفاهيم أود أن تعلموها رقم واحد طاقة قهرمائية هي القهرباء المائية المولدة من خلف السدود والقناطر والخزانات رقم اثنين قهرباء حرارية هي القهرباء الناتجة عن احتراق الفحر والبترول والغاز الطبيعي سؤال اختر الإجابة الصحيح تم افتتاح السد العالي رسميا عام 1971 أم 1791 أم 1197 أحسنت رقم باء كهرباء حرارية يتم توليد الكهرباء من محطات مثل شبرى الخيمة شمال القاهرة أبو قير بالإسكندرية وتم افتتاح المرحلة الثانية من محطة توليد كهرباء شمال القاهرة سنة 2007 ميلادية سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ يتم توليد الكهرباء الحرارية من حرق الفحر أحسنت ثانيا مصادر الطاقة المتجددة وهي تشمل طاقة الرياح والشمس والأمواج وهي طاقة لا تنتهي يتم توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والأمواج وتستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه والأغراض المنزلية يمكن أن تستغل مصر الأمواج في توليد الكهرباء وتمتاز الطاقة المتجددة بأنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة إلا أن لها مشاكل أهم مشاكلها ارتفاع ثمانها حيث تحتاج لوسائل تكنولوجية عالية واعلموا أبناء الأعزاء أنه يحتاج توليد الكهرباء من الرياح رياحا لا تقل في سرعتها عن خمسة أمطار في الثانية وأن الطاقة الشمسية في مصر طاقة نظيفة ودائمة حيث تمتاز مصر بسطوع الشمس طوال العام ملخص الدرس في النهاية نكون قد تعلمنا من هذا الدرس أن مصادر الطاقة تنقسم إلى مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير المتجددة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الأمواج والطاقة القهرمائية أما مصادر الطاقة غير المتجددة الفحم والبترول والغاز الطبيعي والقهرباء مصادر الطاقة الحرارية مصادر الطاقة تنقسم إلى مصادر طاقة متجددة ومصادر طاقة غير متجددة مصادر الطاقة غير المتجددة تشمل الفحم والبترول والغاز الطبيعي أكثر مصادر الطاقة غير المتجددة تلويثا للبيئة هي الفحم وأقلها الغاز الطبيعي منطقة خليج السويس تعتبر أكثر مناطق إنتاج مصر للبترول وأقلها البحر المتوسط طاقة الرياح والطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة تمتاز بالمحافظة على البيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر